أكثر من 14 ألف نازح ما زالوا يعيشون في مدارس حولت إلى مراكز إيواء بعد الزلزال الذي ضرب محافظة إيشيكاوا ومحافظة مجاورة لها وسط اليابان ومع رداءة التقص وشح الإمدادات الحيوية والإجهاد الناجم عن العيش في تجمعات مكتظة يأتي دور المتطوعين في محطتنا الأولى بقي قسم من فريق المتطوعين لمد يد العون إلى النازحين في هذه المدرسة وبينما توجه بقية الفريق إلى محطته القادمة مررنا على طرق وأحياء كان فيها أثر الدمار بينا وكان هناك موظفون منتشرون يقيمون الأضرار التي لحقت بكل حي في مدرسة سوزو التي حولت هي أيضا إلى مركز لإيواء النازحين بعض من عادوا إلى منازلهم بعد إعادة تأهيلها جاءوا مرة أخرى إلى مركز الإيواء ولكن لتقديم يد العون لمن بقي فيه أقمت هنا أربعة أيام قبل أن أعود إلى منزلي بعد صيانته فأنا أدرك المصاعب هنا لذلك جئت لتقديم يد العون ودع القدر على النار وبدأ أحد المتطوعين إعداد وجبة عشاء ساخنة في ليلة باردة من النازحين أيضا سيدات تطوعن لتجهيز الوجبات ونقلها من أجل توزيعها على شراكائهن في المحنة نخشى على المسنين في بلدة سوزو الذين اعتادوا العيش فيها طيلة حياتهم نخاف من عدم قدرتهم على التأقلم مع الأوضاع الشديدة أوضاع صعبة تسعى المؤسسات الخيرية والمتطوعون إلى تخفيف شدة وطأتها على النازحين بعض المساعدات قد تبدو يسيرة لكن أثرها كبير في حياة شخص وجد نفسه مضطرا للنزوح بسبب كارثة غير متوقعة إشام الرجباني العربي محافظة إيشيكاوا وسط اليابان